المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيح من قلوبكم احنا معاكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة بنرحب وحيد عنده كلمة بخصوص فيروس كورونا اهلا بك وحيد اهلا فضواء واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع لما انتشر او ظهر فيروس كورونا في الصين خرج الكثير من الشيوخ الشامتين الشيوخ الاسلام انه داعق من الله على الصين علشان هي بتضهد المسلمين وفي ذات الوقت خرج المسيحيون مصلين صائمين من اجل الصين برغم احنا يعني الاف المسيحيين الصينيين مسجونين في الصين واحنا هنا في برنامج الدليل شاركنا واعلننا ده انها هيكون في صوم وصلة من اجل ما تعانيه الصين في وقتها وكان فيه ثلاث ايام صلة وصوم نعايز الاحباء المسلمين يسألوا نفسهم ليه؟ ايه الفرق؟ لماذا خرجتم شامتين روح انتقام؟ في نفس الوقت نفس الظروف تنطبق على المسيحيين لكنهم خرجوا مصلين وصائمين من اجل الصين وكان من ضمن صلاة المسيحيين انه الرب يرشد هؤلاء العلماء والاطباء في ابتكار العلاج المناسب لفيروس كورونا والآن الصين تتعافى يعني اعتقد المسلمون او اغلبهم ان هذا الفيروس سيكون محصور بعيد عنهم في الصين وها هو يقتل المسلمين كما لا يفرق بين دين ولا دولة ولا جنس الفيروس يطال الكل ونفس الشيوخ بتوع الكراهية الآن هم ذاتهم مرعوبين مع انهم خرجوا يعني بعضهم خرج وكذب على محمد وعلى المسلمين بان هناك حجر صحي ابتكره او اكتشفه الرسول في وقته وقالوا كان لابد ان تقاطعوا الصين والان ستقاطعوا الصين وانتم مجبارين لاضطهادها للمسلمين ونفس الشيخ اللي بيتكلم عن مقاطعة الصين يعني قد تكون مع احترامي للكل ملابس الداخلية مستوردة من الصين اكثر ما يستخدم في حياته صناعة صينية وفهمت عندها كيف ان هؤلاء صغار جدا عن فهم طبيعة الحياة وما قامت به الصين امر متهش بصراحة حينما تتابع ما قام به الصينيون لمكافحة فيروس كورونا وكيف استطاعوا ان يمتصوا الصدمة ويواجهوا هذا الفيروس في هذه الفترة الصغيرة جدا امر لا يمكن حسب اعتقاد الشخصي لأي دولة ما في العالم ان تستطيع ان تكافح وتقف كما وقفت الصين وسيكون هذا درسا لكل الدول في العالم تتعلم من الصين بعد هذه التجربة التي ستخرج اعتقد شخصيا منها الصين اقوى مما كانت فانت اللي بتتكلم عن المقاطعة للصين ده لما تملك قرارك انت ده لما يكون عندك شيء تستطيع انك تعتمد فيه على نفسك تتكلم عن المقاطعة تكل شيء انت معتمد فيه على الاخرين عن اي مقاطعة انت تتكلم او تتحدث على كل الاحوال الى هؤلاء الشيوخة الذين لا يملكون غير الكراهية انتم الان تنتظرون الكفار ليقدموا لكم العلاج والدواء وبعدها تلعنون الكفار في صلاتكم الجماعية اللي هي دلوقت الان منتظر العلاج عشان ترجع يعني الان مساجد المسلمين اغلقت لي عشان الفيروس طيب انتم الان منتظرين هؤلاء الذين تلعنونهم ليقدموا لكم العلاج عشان تعرفوا تمارسوا حياتكم ستقولون بعد ما يقدم لكم العلاج لعنة الله على الكافرين الكراهية تعمي العيون عن ابسط قيم الانسان اما روحيا فانا اقول يعني الناس خايفة من فيروس كورونا القاتل وده طبيعي الكل عمل حسابه احنا وغيرنا وكل الناس لكن علينا بالاولى ان نخاف من فيروس الخطيئة القاتل جدا وانا اولكم برضو ان نخاف من فيروس الخطيئة فيروس كورونا حينما يجد علاجه ونصلي لاجل ذلك سيكون عليك ان تدفع مقابله بينما علاج فيروس الخطيئة تم دفع الثمن من الفين سنة دفعها المسيح على الصليب فالعلاج موجود واغتنم الفرصة قبل فوات الاوان بهذه المناسبة احنا هنا في برنامج الدليل كغيرنا حيكون في من يوم الاثنين القادم بنعمة الرب حلقات معادة لانه ايضا الستوديو فيه عاملين والكل سيلتزم بالبيت ومحاولة عدم الاختلاط في الفترة القادمة فحنا ستكون الحلقة دي اخر حلقة مباشرة وسيكون هناك حلقات جديدة مسجلة او معادة في الفترة القادمة الى اشعار اخر رب يحافظ على الجميع من كل الدين واللون وجنس وشعب وصلاتنا ستستمر رغم الكراهية الموجهة لنا ستستمر موجهة الى الله من اجل الجميع بدون استثناء رب يبارك حياتك ويبارك حياتك شكرا اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وهو بيألف قرآنه اتسبب رسول الاسلام وابتداء من عصره يعني وهو موجود اتسبب في خلق مشاكل كثيرة جدا وصراعات بين اتباعه ما زال المسلم بيعاني منها حتى اليوم وطبعا ستظل معاناته قائمة بالتأكيد طالما الحق الالهي غير موجود عنده وبالتالي ورغم انفه بيضطر يرجع للوحي الالهي الوحيد على الأرض وموضوع النهاردة حيثبت ده فتعالوا مع بعض نشوف العنوان التمسح بي الكتاب المقدس في ورطة الناسخ والمنسوخ طبعا مشاهدينا هنكون في انتظار مشاركاتكم معانا بنرحب بوحيد كمان مرة وبنبدأ نشوف موضوع النهاردة اهلا بك مرة تانية أهلا الفدوى وأهلا بكل الأحباء في كل مكان رب يبارك حياتكم جميعا طيب خلينا ناخد فكرة عن موضوع النهاردة الموضوع ببساطة أنه موضوع الناسخ والمنسوخ هو ورطة نعم والمسلمين اليوم المسلمون اليوم هم أكثر من أي وقت مضى هم ضد هذا الأمر الناسخ والمنسوخ وشفت الشيخ عبدالله رشدي زيه زي كل الشيوخ عنده مشكلة حتى في تفكيره في موضوع الناسخ والمنسوخ لديه معاناة حقيقية في هذا الأمر لأنه غير مقبول ومحرج وهو بيشرح عقيدته الإسلامية يتكلم عن إله بغير أحكامه لنفس الناس في نفس العصر هم هم الناس اللي انبارح أداهم كلام بيرجع يديهم كلام مختلف فحب كعادة الشيوخ أنه يبحث عن شرعية لكلامه يروح فين يروح للكتاب المقدس فادعى أن النسخ كمان في الكتاب المقدس فاطمئنه أيها المسلمون مش إحنا بس ده كمان الكتاب المقدس في النسخ وفي البداية أنا حابب نسمع بعض المعاناة اللي هو عايشة والشيوخ الأخر وبعدين نشوف تمسحه بالكتاب المقدس نعم وكنت أتمنى أن يكون عندنا حلقة مباشرة الأسبوع القادم لكن لا مشكلة إذا الرابع أعطان عمره وعشنا ستخزن حلقة الأسبوع القادم إلى أن تنفرج الأمور لكن النهاردة هو عنده أربع أشياء تمسح بها بالكتاب المقدس بعد ما نشوف المعاناة بتاعته الإسلامية سنرد على الكلام بتاعه المزعوم الخاطئ تماما نعم طيب خلينا نبدأ لو تحب طيب بداية خلينا نشوف يعني مرحلة مرحلة مع الشيخ عبد الله رشدي ونشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى قضية النسخ في القرآن الكريم ما هو النسخ؟ النسخ يعني بالبلد أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكما سماويا دينيا معين ثم يتم تغيير هذا الحكم يعني ربنا سبحانه وتعالى يخفف هذا الحكم الذي أنزله من قبل أو يغيره إلى حكم آخر لا يوجد مشكلة ما هي المشكلة؟ أن هذا الإله ينزل الحكم و بعد قليل يغير الحكم آخر طيب أنت فاهم لماذا حصل هذا؟ دعنا نرى الحجة التي يقدمها الشيخ عبد الله رشدي في فيديو رقم اثنين ونرجع عشان أقدر أن أنا أنكر عليه أو أقول له أنت عملت كده ليه لازم أكون وصلت لدرجة الإحاطة بعلمه وأنا كمصنوق مش محيط بالعلم بتاعه فبالنسبة لي أو بالنسبة للمنطق والعقل السؤال اللي أنا بطرحه عليه وبقول له أنت شمعنا غيرت الحكم الشري أو غيرت ما أمرتني به من قبل خليته حاجة تانية سؤالي ده لا معنى له ولا محل له ولا يقبله العقل لأنه بمثابة اعتراض الطفل الصغير الرضيع على والده أنه حط مثلا 100 مليون جنيه في البنك الفولين ده ليه وما حطهوش في البنك التاني ليه فقول له يا ابني أنت لا تفقدوا هذه الأمور ولا تحسنوا أن تدركها ها يبقى أنت ما تتكلمش في حاجة أنت ما تعرفهش يعني هو بيلغي المنطق وبيلغي العقل تماما نعم وهو ممكن الإله ده ممكن يشرح ممكن يتكلم ممكن يعرف الناس مين اللي قال إنه العقيدة ممكن تكون مش مفهومة هو بيقول حتى مش مفهوم الأول كان ليه علشان نفهم النسخ ليه حصل يعني لا فاهم اللي قبل ولا فاهم اللي بعد إله يغير كلامه ما ينفعش يكون إله بصراحة يعني صحيح وهذا يؤكد أن القرآن صناعة بشرية كان حسب الظروف صحيح بيقول طفل صغير يعترض على ابو طيب ما يعترضش يسأل عاوز يفهم مين اللي قال إنه هو مش لازم يفهم يعني ما كل البشر وما لداني العقل ليه عشان يقول لي لأ أنت ما تتكلمش وما تنفعش وما تسألش بالعكس السؤال ده شيء مهم جدا فتشوا الكتب المسيح بيقول نعم طيب عندك أي تعلم عندهم هما دايما بيستخدموا الآيات كل حاجة في وقتها يعني يستخدم الآية في وقت ويجي يستخدم عكسها في وقت هما لما انت يجي تقول الإسلام مش عقيدة عقلانية يعني ما فيهاش منطق لا ده القرآن بيقول أفلا تعقلون وانتوا لازم تدوروا لازم تبحثوا لازم تفهموا طب نيجي هنا يقول لك لا انت مش مفروض تفهم وانت خليك بعيد وهو محدش يسأله وعقلك لن يستوعب ليه كانت كده وليه نسخة لكده نعم فانت بتمسح العقل وبتيجي بالطالب بالعقل نعم صحيح فخلينا كمان نشوفه في فيديو رقم ثلاثة وإحنا ماشيين خطوة خطوة نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع لا يعرف المسلمون في تاريخهم على مدى 15 قرن من الزمان مذهبا دينيا معتبرا ينكر النسخ إنما اللي أنكر قضية النسخ دول بعض الشذاذ قوم عندهم شذوذ في الفكر بعض أسماء مفردة وحتى كل الفرق أو المذاهب الإسلامية اتفقت على تخطيئتهم سواء كانوا شيعة ولا سنة ولا إباضية ولا معتزلة ولا جنة أزرق كل المذاهب الإسلامية اتفقت على تخطيئة هؤلاء الذين ينكرون وقوع النسخ لأنه ليس هناك ما يحيله عقلا يعني في العقل في الشيء يمنعني الشارع بعدما أمرني مثلا من الظهر يبقى اتنين يخليه اربعة أو العكس لي لأن بالنسبة لي المعاني التي شارعها عقلي لا يدرك وهو شارعها لي يعني أنا عقلي لا يدرك وخلى الظهر اربعة لي أو خلى العصر اربعة لي فلو غيره الاثنين برضو عقلي لم يدرك الشيء قبل تغييره لما كان كذلك ولن يدرك لما غير لما غير كذلك يعني هذه الأعداد مثلا لا مفهومة لها إنما عقلي يدرك أن هناك صانع للكون وأن هذا الصانع للكون لديه حكمة ولديه إدراك ولديه إتقان فعقلي يدرك ويقول من صنع الكون بهذه الدقة المتناهية وبهذا الضبط التام يستحيل أن يكون عابثا أو لاهيا بالتالي فإذا أمرني بشيء أو إذا فرض علي شيئا أو إذا شر علي شيئا فلابد أن هذا الشيء خير لكن يستحيل أن عقلي القاصر يدرك ما في علمه أو ما في حكمته الكاملين هذا الكلام ده نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية لو واحد ملحد أو غير ديني حيكون ده النقاش واجه النقاش كده يعني يعني أنا بتناقش معك بالعقل مش بقولك بالعافية لازم تؤمن بالشيء أنا بقولك بالمنطق فهو عقلا ليس هناك ما يحيله أو ما يمنعه أنت بتلغي العقل بتناقش بالعقل والمنطق إزاي يا شيخ عبد الله أنت بتلغي العقل والمنطق بتقول لا عقل ولا منطق أنك أنت تسأل وتيجي تقول للناس اللي مش مؤمنين بالإسلام أنا بناقشكم بالعقل والمنطق ما أنت لغيت العقل والمنطق بعدين حضرتك بتقول لا شيعة ولا سنة ولا إباضية ولا جن أزرق جن مؤمن عندك جن مؤمن ليه رايح للجن الأزرق ولا جن أزرق يعني الحمد لله أنت كلكم كده على بعضيكم مؤمنين بهذا الإله الذي يغير أحكامه فما تجيش تفرضوا علي بقى لأن هذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال إله بيغير حكمه يقوله النهاردة لنفس الناس في نفس العصر في نفس الكتاب وبكرة يجي يقول لهم كلام تاني ده ما ينفعش يكون إله ولا ينفع بعد كده القرآن يكون أحكمت آياته فإلغاء العقل والمنطق ثم ناتي بعد ذلك نناقش بالعقل والمنطق لا يحيله عقلا بيقول لك طيب طالما خرجت العقل من المنظومة لا تتكلم بالعقل وبالمنطق ده إذا كان أصلا في عقل ومنطق في الإسلام يعني منت منطقة فقد تزندق أنت عارف كده على كله قبل أن ندخل في جزئية أخرى عندك أي تعالش أنا حكون سريع شوية بعد لا نكمل أنا عايز أخذ عين من النسخ حيذكروا دلوقت الشيخ عبدالله رجدي فخلينا نشوف فيديو رقم أربع وعين من هذه الأحكام التي تنسخ ونرجع مرة تاني والأدلة على ذلك كثيرة يعني مثلا لما تقرأ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين أمر بمصابرة العشرين لمائتين النسبة واحد لعاشرة تقريبا بعد كده رجال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين خلّك خفف النسبة بدل ما كانت واحد لعشرة خلّها واحد لأتنين أهو ده حكم تغير بحكم آخر طيب ده هل ده إله عاقل دلوقتي أنت يعني عارف أنك حتقول كلام وبعد شوية حتغيره مع أنهما ما جربوش يعني مش المسلمين قاتلوا وليقوا أنه مش قادرين فججل لهم أنا حغير بعدين ده هل أنت عندك النسخ يقع في الأحكام هل ده حكم مطلق؟ ده مش حكم مطلق عندك النسخ يقع في الأحكام المطلقة ده هذا الإله بمعونة المفروض حسب ما قرأت في تفاسيركم سيعطي المسلمين هذه القوة فهذا ليس حكم بمعنى افعل ولا تفعل هذا مجرد إخبار من هذا الإله يقول لهم سأعطيكم هذه المقدرة تأفف المسلمون قالوا كيف فرح مغير الحكم تعال نقرأ هذا الكلام في سورة الأنفال هذه سورة الأنفال خمسة وستين ستة وستين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون خمسة وستين ستة وستين على طول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إيه دا نفس الإله لسه قال الكلام وده مش مجرد حكم مطلق يعني مثلا مش قاتلوا وبعدين نسخة بلا تقاتلوا أو العكس لا تقاتلوا وبعدين قاتلوا ده حكم مطلق لكن هذا ليس حكم مطلق هذا فيه إخبار علم الله وبعدين بديهم خبرية أخرى على كل الأحوال لو افترط يعني جدلا أنه حكم مطلق كيف يغير كلامه على طول كده بعد ما واحد إلى عشرة قال واحد إلى اثنين علشان أثبت لك أنه أصلا المسلمون المسلمين لم يقاتلوا هذا هو الحديث الصحيح رواه عبد الله بن عباس في البخاري عن ابن عباس لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة لو كانوا قدامه فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبون مائتين قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم يعني في الأول كان مديهم صبر يعني هذه ليس لا يمكن أنك تحطها في حكم مطلق فإنت النهاردة لما تيجي تتكلم يعني أنت كده بتكشف عورات القرآن يا شيخ عبد الله لما تجيب مثل يعني للناسخ والمنسخ اللي عاوز الآخرين يقبلوه أنت بتكشف هنا ضعف هذا الكاتب كاتب القرآن لا يمكن أن يقبل هكذا إله ولا هكذا كتاب ينسخ نفسه كده بالسرعة دي والآن علم أن فيكم ضعفا أنت قايل الكلام دلوقتي وبعد شيء بتقوم تعطي كلام آخر غيره على كلين دا كان جزئية من الأمثلة خليني أكمل في كيف ينسف بعض الشيوخ عقيدة الناسخ والمنسوخ ينسفوها؟ طبعا ما ما كل الناس بيقبلوه فيتكلمون عن 500 آية منسوخة وإزاي البعض يقلل 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 لحد ما وصل لنفسه وقال ولا واحدة منسوخة ليه؟ علشان هذا الشيخ فاهم أنه النسخ يعني إله مزيف يعني كتاب مزيف خلينا نشوف الشيخ عدنان إبراهيم فيديو رقم 5 ونرجع تاني مذاهب العلماء الوقت ضيق مذاهب العلماء في النسخ والنسخ والمنسوخ والكلام بس في كتاب الله أنا أقول لكم نستطيع أن نميز ثلاثة مذاهب للاستاذ العلماء عبر العصور في هذه القضية المهمة الحساسة المذهب الأول مذهب المولعين بالنسخ الذين أثبتوه وأولعوا به عشقا وحبا استهيموا به هذا النسخ هذا شيء غريب جدا حتى فيما يقال لكن لم نقف على هذا بلغ بالآيات المنسوخات من كتاب الله 500 آية شيء كثير جدا 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 خمسمائة آية يبطل العمل بأحكامها في كتاب الله أيها الإخوة ثم يوصف هذا الكتاب من قبل ومن بعد بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بأنه كتاب لا يأتيه الباطل بين ذيه ولا من خلفه هذه أبطلة أبطل العمل بخمسمائة آية ما شمع أقول ما شمع أقول هذا كثير جدا 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 فيه شيء غير عادي هنا غير طبيعي للأسف إذن مناهل العرفان كم قال الشيخ عبد العظيم الزرقاني محمقه قال سبع آيات المنسوخات فقط سبع آيات لم يوفق حتى الصيوطي وأجاب عما ادعى الصيوطي فيه المنسوخية قال لا 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 هذا ليس منسوخ هذا له طريقة آخر له سبيل آخر أجاب أجاب الإمام أو الدكتور العلامة الكبير مصطفى زيد صاحب أوفى رسالة في علم الناسخ والمنسوخ في نواسل القرآن الكريم عبر العصور أعلن كتب كتب في هذا الموضوع رسالة الدكتوراه للعلامة الأزهري الكبير مصطفى زيد شكر الله صنيعه النسخ في القرآن الكريم قال ست آيات ليس سبع آيات قال ست آيات لم أجد لهن أي تأويل لا بد أن نعترف بأن النسخ دخلها نحن اليوم إن شاء الله وهذا أهم في الخطبة سنثبت لكم أن هذه الآيات الست أيضا محكمات غير منسوخات وبهذا يثبت أن القرآن كله بفضل الله كتاب محكم لم يطرقه نسخ لذلك لا ريب فيه أيها الأخوة أبدا العلماء الذين قللوا مصطفى زيد قال ست آيات العلامة المجتهد الكبير خاصة في الفكر صبح الصالح الشهيد الكبير السني رحمة الله تعالى عليه في مباحث عنقان قال عشر آيات منسوخات والبقى محكم عشر آيات العلامة الدكتور محمد سعد جلال الأزهري المترس بالأزهر عالم كبير مجتهد وجريء جريء له آراء جريء جدا جدا يخالف فيها الإجماع يخالف فيها الأمة قال أربع آيات المنسوخ أربع آيات والشيخ علي حسن العريض في فتح المنان في ونوسخ القرآن رسالة المجستير له عالم أزهري مدير وعظ هذا بالأوقاف الأزهر بالأوقاف المصرية قال خمس آيات هؤلاء يعني لا بأس أيها الأخوة وإن ثبت لنا أن هذه الستة أو الخمسة والأربع أيضا محكمة فهذا اللبأ وابنه طاب فهذا اللبأ وابنه طاب يعني أحسن وأحسن وإن شاء الله يثبت لنا هذا بعد قليل نعم بعد قليل يعني دمر علم الناسخ والمنسوخ نعم واحد يقول أربعة واحد يقول خمسة واحد يقول سبعة واحد يقول ستة واحد يقول عشرين واحد يقول مئتين سبعة واربعين وإن واحد يقول خمسمائة نعم يعني ما هذا الكتاب الذي حتى العلماء لا يعرفون ناسخه من منسوخه نعم وعلي ابن بيطالب زمان بيقول عشان تفتي أو أي شيء لازم تعرف الناسخ من المنسوخ يعني فهو بيقول لهم بعد قليل أنا سأثبت لكم لا يوجد شيء اسمه ناسخ ومنسوخ ثم يعلق على هذا الكلام عشان يثبت أنه كتابنا محكم آياته فهو يعرف أن قضية النسخ قضية تضرب القرآن في مقتل وتضرب هذا الإله الكاذب أيضا في مقتل لأنه ما في شيء اسمه إله بيغير كلامه بهذه الطريقة الآن من يقول هذا الكلام هو يتهم الأمة الإسلامية كلها بأنها مش فاهمة نعم فنسمع فيديو رقم 6 الكلام ده ونرجع مرة أخرى القرآن الكريم لا تحصى فإنكارها نوع من تكذيب الأمة الإسلامية أنت بتفرض أو اللي بيقول كده عايزنا نرمي التراث الإسلامي نرمي الأمة الإسلامية كلها نتهم الأمة الإسلامية كلها بالخلل والخطأ والجنون وعدم الفكر عشان حد جايلي في القرن الخمسة عشر والهجري يقول لي أنا اكتشفت أنه ما فيش نسخ في القرآن ليه يعمل حج عشان باختصار شديد لما يجيلك في موضوع الزنا ينكر موضوع الرجم ليه يقول لك ما فيش رجم والرجم ده ما وردش بنصه في القرآن واللي ورد الجلد فاحنا نقول له لا ده فيه نسخ ومش نسخ والآية روفي عادي يقول لك لا يا عم أنا ريح نفسي وألقي موضوع النسخ ده خالص ويبعنا كده أنكرت حد الرجم عرفتوا بقى الفيلم أو الفولة في الحوار ده كله ايه هو الموضوع ده وكمان حاجة زيه كده كمان كم حاجة زيه يعني كم حاجة زيه تاني كده بس ما قالهاش يعني هو بيقول في البداية نمازج لا تحصى ده تابع للخمسونية الشيخ عبدالله روجدي نمازج لا تحصى من النسخ ده كلامه يعني اللي مش مصدق يرجع يسمع تاني فالناس مش عاوز النسخ ليه راح ألف حتة كده قالك عشان الرجم مش موجود لا الناس مش عاوز النسخ عشان ده معناها إله مزيف مش علشان موضوع وبرضو حد يصدق يا شيخ عبدالله إنه إله يدي حكم ويروح يرفعه ما يبقاش في القرآن بس حكمه لسه موجود هذا الإله مختل في خلل في المنظومة بتاعته هو لما عايز حكمه يفضل بالمناسبة ده أحد أنواع النسخ والمنسخ ما رفعت تلاوته وبقي حكمه أحد الأمثلة الرجم وهنسمع الشيخ بعد شوية هو بتكلم فيها يعني فده بالنسبة إلى المقدمة اللي بيحطها الشيخ عبدالله رشدي إنه يعني عايز الناس تقتنع بهذا الإله الغريب في النسخ وبعدين بعد كل البلاوي اللي بيقولها دي يقولك بالمناسبة نسغف الكتاب المقدس يا رجل ده واضح إنك أنت ما فتحتش أصلا كتاب مقدس عشان تقرأ وتعرف فيه حناقش الجزية للحضرتك ذكرتها بعد شوية أعايز أشوف فيديو رقم سبعة وحناخذ أيضا عينة تانية عشان تعرفوا القرآن يعني أنا مش عايز أقول كلام ممكن يبقى صعب على الأحباء المسلمين لكن إزاي هو بيستغفل المسلم القرآن نفسه شوفوا فيديو معي رقم سبعة ونرجع نعلق عليه تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه القضية مثلا في موضع آخر لما ربنا يقول في سورة البقرة كما هو مشهور عند كل علماء المسلمين والذين يتوفون منكم وياذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كانت مدة عدة الوحدة اللي مات عنها جزها سنة بعد كده نوسي خطفة بيت خففة بيت أربع أشهر وعشر أيام بالآية اللي في البقرة والذين يتوفون منكم وياذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذه النماذج في القرآن الكريم لا تحصل يا كتير قوي بس دلوقت سمعت الشيخ عبد الله بيقول إيه في البداية كانت سنة وبعد كده بيجت أربع أشهر وعشر أيام يعني النسخ اللي نسخ نسخ جبعدين يعني في واحدة في الأول وفي واحدة في الثانية ودي مصيبة يا شيخ عبد الله إنك غير شجاع لتقول للمسلمين على الأقل أرقام النصوص في القرآن تعالوا شوفوا المصيبة دي هذه القرآن قدامنا سورة البقرة دا رقم كامل بقرة دي اللي أنا حأراها دلوقتي 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج خلاص دي البقرة 240 نعم طيب بتجي قبلها 234 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يعني النص الناسخ جابل النص المنسوخ النص المنسوخ 240 مفروض المنسوخ في الأول مفروض المنسوخ يجي هنا نعم أهو نعم أنت مفروض تقول الكلام ده في الأول أنت حتنسخ السنة يبقى أنت المفروض شرحت السنة مش كده وبعدين ترجع تشرح بعد كده وبعدين تيجي تقول 240 دي ملغية نعم وحتيجي ايه 240 مفروض دي تكون 241 نعم يعني هذا الإله الغريب نعم أعطى تشريعا أنه أنا بقول لكم المطلقة التي توفى عنها زوجها تكون قاعدة في البيت أربعة أشهر وعشرة نعم وبعد شوية قال أنا نسيت في نص منسوخة نحده لكم إنها تكون حول سنة نعم المفروض العكس المفروض في القرآن لما نفتح القرآن هذا الكتاب الغريب لما واحد مثلا يقول لي لا دي أصلا وضعت بعدين يبقى لي وضع وضع غلط نعم ما مش إنسان وضع ده أخطاء في القرآن أنتو بتبينوا ركاكة القرآن يبقى الشيعة عندهم حق لما يقولوا ترتيب القرآن فيه تحريف يبقى الشيعة عليهم حق هذا ليس ترتيب إله عاقل يفهم ولا إنسان عاقل ولا إنسان عاقل على رأيك ده بيوريك القرآن جمع بأي طريقة صحيح وهذا ليس كلام أفون الشيخ عبد الله رجدة هذا كلام المسلمين يعني دلوقتي نسمع الشيخ العريفي وهو يعطي أنواع الناسخ والمنسوخ اسمعوا الشيخ العريفي حيفصل أكتر وأول ما يفصل أكتر شوية تظهر العيوب اللي حاول الشيخ عبد الله رجدة إنه هو إيه يغطيها مهم عندي إنكم تركزوا وتلاحظوا كلام الشيخ العريفي أي النصين أول الغريبة حيعطي النص العكس هو الأول دعونا نرى فيديو رقم 8 ونرجع أنواع النسخ في القرآن تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول نسخ الحكم وبقاء التلاوة نسخ الحكم وبقاء التلاوة في عدة المرأة المتوفى عنها لما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الأصل أن المرأة التي يتوفى زوجها تظل في عدة حدادها كم كم أربعة أشهر وعشر أيام صح الحكم الأول اللي كان موجود أنها تبقى سنة كاملة في حدادها فأنزل الله تعالى الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني سنة كاملة تبقى وهي في بيتها على إحدادها ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك النسخ نسخها بالآية الأخرى لما قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم أربعة أشهر وعشر فنسخ الحكم لكن بقيت التلاوة بقيت التلاوة الآية الأولى لم ترفع شايفين الإعجاز القرآني يعني النص في القرآن موجود ما رفع طب هو يرفع عليه حتى لو نسخه يرفع عليه ولا أنت بترتب ليه نص الرجم هنا دلوقت الشيخ بنفسه بيقول لك ده الأول اللي كان موجود وده التاني اللي كان موجود تفتح مصاحف المسلمين اليوم تلاقي الأول أبدا هو ده رقم واحد وتلاقي ده رقم اتنين دي ما أخده ميتين تلات أربعة وثلاثين وده ما أخده ميتين وأربعين السؤالي بقى أصلا ينسخ ده ليه بالضبط كده هي تغيرت المرأة في ترشت الحرارة صحيح ما بيقولون عشان عائشة كانت صغيرة أصلا الحرارة هناك مختلفة ما الذي تغير في طبيعة المرأة بعد ما كان سنة سنة بيقى دلوقتي أربعة أشهر وعشر تيام تغير جسمها يعني آسف يعني تغير وقت الحض بتاع بيقى مختلف مثلا نعم وهنا النصين عن المتوفى عنها زوجها فكاتب القرآن غير نفسه خلي بالك عن الست دي المطلقة عن الميت عنها زوجها في نفس العصر نعم لنفس الناس نعم في نفس الدين نعم في نفس القرآن في نفس السورة نعم في نفس الصفحة ما هذا هل هذا إله عاقل مفروض الناس تقول واو إيه ده ده إله عجيب جدا ده نصوصه محكمة فعلا كل كلامه محكم ده ما يعملهاش يعني طالب في الصفة الابتدائي لا يستطيع أنه يمارس هذا الأمر وغير مقبول إطلاقا منه فهنا إحنا شفنا أهتاري وإحنا مش عارفين ده النوع الأول من النسخ لو عندك أي تعليق قبل أن أسترسل في الأنواع بتاعت النسخ نعم أنا أستأذنك ناخد بعض المداخلات خلينا ناخد يوسف من أمريكا ألو مرحبا أخي وحيد أهلا بيك أخي يوسف أهلا بيك يا أخي يوسف أهلا بيك يا أخي يوسف تفضل أخي وحيد صورة الأنفال خمسة وستين ستة وستين واحد يقابل أشرة واحد يقابل اثنين بس بيناتهم الآن علم الله أن فيكم ضعفا يعني قبل الآن لم يعرف الله الآن أعرف صح اثنين أنه صورة آية السيف صورة التوبة خمسة نسخت مئة وأربعة وعشرون آية في القرآن من آيات الإعراض بيسموها آيات الإعراض تفضل نعم زين ما هو الله يقول لن تجد لسنة الله تبديلة لا تبديلة لكلمات الله ثلاثة عمر بن الخطاب من دراستي التاريخ عمر بن الخطاب أئمة المسلمين يقولون عمر بن الخطاب كتب واحد وعشرين آية بالقرآن مثل تبارك الله وحسن الخالقين قبلة أبراهيم الحجاب والواحد وعشرين آية بالقرآن صحيح ده في موضوع اسمه وافقت ربي ووافقني ربي فيه سلاس وفيه أربع فيه أمور كثيرة ممكن مرة نتكلم عنه شكرا لك أخي يوسف نأخذ أيلن من أمريكا أهلو أهلو مرحبا أهلا بي أهلا أخي أهلا صوتي واضح واضح جدا تفضل سلام الربي السؤال مسيحي يكون معك في هذا الموضوع حبيبي كيفكم يا أخواني مبارك عندي موضوع في آية الناسخ والمنسوخ سؤالي كيف يبدل الله كلامه ويغيره علما بأن علم الله مطلق فهو ليس إنسان ليغير كلامه نظب بسورة الأنعام سورة الأنعام 34 تتناقض مع ذلك لا مبدل وتقول لا مبدل لكلمات الله والكهف 27 لا مبدل لكلماته فهل تتفق هذه فكرة الناسخ والمنسوخ بما يزعمون المسلمين أو أخوان المسلمين الأعزاء والتغيير آيات القرآن مع حقيقة أن القرآن أزلي مكتوب منذ الأزل باللوحة المحفوظ هل تم التبديل بهذا اللوحة المحفوظ أدى الله أيضا وصورة الحجر آية 9 الحجر صورة الحجر العفو العفو أنا آسف صورة الحجر آية 9 تقول إننا نحن أنزلنا الذكر وإننا له لحافظون ومن ثم في نفس اليوم قد أنس آية بكاملها لمحمد صحيح صحيح أنا نسيت بأي كتاب كان مكتوب أنا قرأتها وأيضا لماذا لم يعطي الله الآية الناسخة منذ البداية لمحمد يعني شيء غير خاصة في النصوص التي لم تطبق يعني زي مثلا حرض المؤمنين على القتال ما تطبقوها بيجي بيقول لهم خلاص الآن الحروف السبعة وحروف السبعة الغريبة الحروف السبعة ده موضوع كبير هم نفسهم ما يعرفوا إيه وحروف السبعة شكرا لك عزيزي أنا أخيرا شكرا حبيبي شكرا لك يا أخي فيهم الضبط اللي موجودة في اللوحة المحفوظ يعني الناسخة ولا المنسوخة ولا الاثنين مع بعض وليه ما داش الآية الناسخة من الأول يعني أنت ليه ما حطتها من الأول أربع شهور ولا فيه ظروف تغيرت عنده محمد ما كانش بيعرف هي الظروف التي تغيرت الظروف حينما تتغير هو مضطر أنه يغير ما قالهم نعم وعلشان كذا قوة موسى النبي أعطي الشريعة دفعة واحدة خلاص الشريعة أعطيت وده حيتعمل بيها ما في حاجة اسمه نسخ ومنسوخ لو كان الشيخ عزيزي يعني عنده فكرة عن الكتاب المقدس كان يعطينا آيات قالها موسى ونسخه آه هو ما داش كمان يعني بس كلام جزافة لا لا هو جايب بس مش جايبها صح وانا حناقشها وحنسمع كلامه طيب هو عنده أخطاء سقط فيها يعني بس الأخطاء دي تؤكد المستوى العلمي أو المعرفة في الكتاب المقدس مع أنه الحاجات دي بدرسوها في الأزهر ضد الكتاب المقدس طيب حتى دي العلم بتاع الأزهر يعني دي المرحلة بتاعته طيب خلينا نشوف النوع التاني للنسخ أنتوا عرفتوا النوع الأول النوع الأول رفع الحكم خلاص النص موجود في القرآن تقدر تقرأ اسمه التلاوة لكن حكمه ما معمول به خلينا نشوف النوع التاني فيديو رقم 9 ونرجع النوع الثاني نسخ الحكم والتلاوة أن تنسخ ينسخ الحكم والتلاوة النوع الأول نسخ الحكم وبقية التلاوة النوع الثاني ينسخ الحكم والتلاوة مع بعض من ذلك قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمنا الآن نعلم أن المرأة إذا أرضعت الغلام أو الجارية إذا أرضعتها كم رضعة تكون في حكم بنتها أو ولدها خمس رضعات واختلف أهل العلم أيضا في الرضعة هل الرضعة معناها وجبة كاملة يعني ترضع الولد حتى يروى ويشبع حتى لو التقم الثدي ثم تركه ثم التقم ثم تركه ما يهم مدام أنه جلسة واحدة تعتبر الرضعة هذا كلام لبعض الفقهة وبعضهم يقول لا إذا التقم الثدي ورضع ثم تركه ليتنفس فهذه وحدة التقم الثانية هذه رقم الثنين أيضا فإذا تركه يتنفس هذه الثانية انتهت التقمه هذه الثالثة هذا بعض الفقهاء يقول مثل هذا الكلام وهو الذي عليه الأكثر عموما أنه إذا التقمه يعني مص منه خمس مصات يعني يفرق بينها النفس الذي يتنفسه ليس هذا موضوعنا الموضوعنا في الآية تقول عائشة كان فيما أنزل أن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخت إلى خمس رضاعات طيب تقول فيما أنزل يعني قرآن أين الآية يا عائشة رضي الله عنها رفعت الآية وبقي الحكم عشر رضاعات لا ورفع الحكم معها يا للهول يعني لا النص موجود ولا الحكم موجود وما تسأل لأنه هتسأل ليش خلاص كان فيه نص مكتوف في القرآن أنه عشر رضاعات يحرم انتهى هذا الحكم بس ما سهب لك النص هذا الإله غريب يعني لك ما شاء لك النص من التلاوة فما بيقى موجود في القرآن للتلاوة طيب مش هو المفروض لو هو مش عايزه حتى في التلاوة مش المفروض يسحبه من الصدور برضو ومن الأزهان ولا سايبه كشهادة على تحريف القرآن بعدين أيها شكرك سايبه على شهادة لتحريف القرآن وهذا كلام شيوخ وهنسمعهم دلوقتي أنه لما تقول رفع التلاوة ده معنى أنت بتقول بتحريف القرآن وشيوخ سنة يعني مش من طائفة أخرى فشوفي معضلة الناسخ والمنسخ معضلة يعني أصلا هي محطوطة لضرب الإسلام يعني حطوها كذا لضرب هذا الإسلام لتبيين لإظهار أن هذا الكتاب كتاب بشري ومش أي بشر زي ما أنت ذكرت من شوية حال بشر بيفكروا صح مش هيعملوا كده صحيح صحيح والمهتم يعني أنت لو ده المفروض أنت مهتم به بتحبه ده كلام الله فعلا المفروض أنك أنت يعني حتعتني به أكثر من كده كتير ده صحيح نعم خلينا نشوف مين اللي بيقول ده تحريف طيب إنه رفع التلاوة معنى أنت شلت نص كان في القرآن شلته نعم باعتراف الشيوخة هو بس في شيوخ تاني عارفة دي مصيبة نعم خلينا نشوف فيديو رقم 10 ونرجع مرة أخرى الشيعة يدعون أي معظم علماء الشيعة أن التحريف وقع في كتاب الله لكن بين قسين ومعظم أهل السنة والجماعة من عند آخرهم يوافقون الشيعة في بعض هذا ويدعون أن التحريف وقع في كتاب الله خاصة حين تحدثون عن نسخ التلاوة شيء ما عاد موجودا في كتاب الله ارتفع وإيش والمصيبة بعضه ارتفع مش أيام النبي بعد وفاة النبي الله أكبر يعني طرقه الباطل ويهي الغريب يا الشيخ عدنان هذا عادي في القرآن أنت ليه مستغرب ما أنت دارس مفروض أكتر مني ومن ناس مسيحيين كسر يعني أنت عارف حروب الردة وغير 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 أنت مستغرب ليه ما هو هذا القرآن لماذا تريدون الآن تزوير دينكم وتاريخكم لأن المسلم ابتدى يعرف وابتدى يفهم وابتدى يسأل ابتدى عنده فرصة لمعرفة أكتر مما كان هل أنت تريدون أن تزوروا كل هذا التاريخ أنتوا في ورطة حقيقية بصراحة اعترفوا بما عندكم وخلي عندكم شجاعة وناقشوا أنا مبسوط جدا من الشيخ عبدالله رجدي إياكم تمسحوا هذا التراز هذا التراز هو ما يثبت ويؤكد هذه العقيدة الإسلامية إلى أي مدى هي عقيدة محرفة ومش محرفة هي مزيفة لأن المحرف معناه كان فيه شيء أساسي مزيفة مؤلفة لا حق ولا أساس لها فدلوقت إحنا عرفنا النوع الأول النوع الأول إنه هو النسخة يكون النص موجود بس الحكم ما حيتعمل دي النوع الثاني شالهم الاثنين رماهم برا خلينا نشوف النوع الثالث فيديو رقم 11 ونرجع النوع الثالث أن يُنسخ التلاوة ويبقى الحكم قلنا النوع الأول يُنسخ الحكم وتبقى التلاوة النوع الثاني يُنسخ الحكم والتلاوة النوع الثالث أن تُنسخ التلاوة لكن يبقى الحكم من ذلك أنه فيما أنزل آية كانت موجودة ورفعت من القرآن ما هي؟ نعم قول الله تعالى في آية كانت موجودة في القرآن ثم نسخ تلاوتها لكن بقي الحكم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت الآية لكن بقي الحكم بقي الحكم الشرعي موجود وهو أن الزاني المحصن إذا وقع في الفاحشة عفا الله وإياكم فإنه يرجم الرجم الشرعي المعروف وهذا يعني أكثر نوع من النسخ فاضح فاضح مكشوف نعم عن طبيعة هذا الإله يعني هو أعطى حكم اتكتب في القرآن وعايزه يبقى وعايز المسلمين يعملوا به بس رحشة إلى النص فما موجود تفتش في القرآن ما موجود يقول لك لا لكن الحكم بي موجود طيب هل هذا الإله يعني إلى هذا الحد هو يعني إله تاية ضايع يشيل كلامه بس يقول لك أنا الحكم لازم يكون موجود ده الكلام اللي بيؤمن به الشيخ عبد الله رشدي ويقول لك هم مش عايزين الناسخ والمنسوخ عشان ما يتكلموش عن الرجم طيب ما أنت بتؤمن بالكلام ده وعايز تتكلم عن العقل والمنطق مع الناس اللي ما بتؤمن بالإسلام أي عقل وأي منطق أي عقل وأي منطق هذا النوع بالذات التالت ده اللي بتتكلم عنه إنك الحكم عايز يعمل به وتفضل الأمة الإسلامية تعمل بهذا الحكم اللي كان في القرآن بس أنا شلته هو ما حصل كده هم اخترعوا هذا النوع لأنه النص ضاع نص كان موجود وعمر بن الخطاب بيقول أنا عارف وأنا لو لا يقولوا إن الزد في كتاب الله ده إحنا عملنا الرجم ده وعيناه وعمل رسول الله وعملناه ونصوص كثيرة ضاعت نعم يقول لك رفع حكمها وتلاوتها ده النوع الثاني لأنه كان في الجمع الأول والثاني قرآن كثير ضاع إذن إحنا هنا بنشوف ده الورطة بتاعة الناسخ والمنسوخ وورطة الشيخ عبد الله رشدي وبعد كده أنا هدخل في الجزء بقاء بتاعنا نعم اللي إحنا عايزينه يعود كده ويسمعنا ويتعلم شوي نعم طيب خليني أخد جرجس من أمريكا وبعدين نكمل أخي جرجس أهلا بك عزيزي آمين يا رب أنا بس هقول النقاط هذه النقطة أول بالنسبة للفيروس المسلمين يقول لك لو جاء الدولة مش مسلمة يبقى انتقام لكن لو جاء لدولة مسلمة يوقف تلاوت الحاجة الثانية اللي هو عايزة أول بالنسبة للناس نحن مستقر بليه على الإله ده الإله بتاعهم ده اللي يعني ده يمكن يكون إله ده ظالم وإله مش مش نقي الإله اللي كله وظيفته في الفيروس وفي الجنة إنه هو يرجع الحورية من امرأة إلى بكر وقاعد يشوكوا اللي هو عط في الزنة قتابه الإله اللي يقول لهم أنا الشر اللي بيعملوه المسلمين حوشوا من عليكم وحطوا على اليهود والنصارة مش عارب ليه اليهود والنصارة طب ما عندك البوزيين وعندك الاندود وعندك المرحلين وعندك الواثدين لا هو حاخد شخصي على اليهود والنصارة وانت غريب أي إله هذا الظالم ما هو مش محفوظة هو ما هو بيعترفوا دلوقت بنفسهم وبيقول لك اترفعت التلاوة يبقى محفوظ من فهم بس دي كلام بيتم بي يعني تغييب المسلم ليس أكثر من ذلك شكرا لك عزيزي جردس هو إله الظالم طبعا هذا لا يمكن حد يوم بياتر إله طبعا ممكن بعدين هم بيقولوا سبحانه وتعالى لا أحضر بيقول سبحانه وتنازل وتنازل طبعا طبعا شكرا لك عزيزي شكرا لك شكرا طيب خلينا ندخل إلى المسيحي اللي هو حاول يتمسح بالكتاب المقدس ويدعي ربما جهلا لا أعرف أنه كمان الكتاب المقدس فيه نسخ فخلينا نشوف فيديو رقم 12 ونرجع مرة أخرى لو أنت إنسان ديني يعني عندك دين سوى يهودي نصراني مسلم أو أين كانت من لتك فقضية تغيير الحكم أيضا لا إشكال فيها ليه؟ لأنها وردت وموجودة في الكتب السماوية هل النسخ موجود في الأهد القديم عند اليهود نعم موجود وإن كانوا ينكرونه؟ أعديكم مثال مثلا سيدنا إبراهيم تجوز أخته سارة كده في العهد القديم من السيدة سارة دي مراد سيدنا إبراهيم كانت أخته من أبوه وهو تجوزها وعاش معها وخلف منها في العهد القديم ذات نفسه ورد تحريم الزواج من الأخت بعد ذلك مثال ثاني سيدنا يعقوب اتجوز أختين ولاد خاله لتنين اللي هي لي أو رحيل أو لي أو رحيل على ما أذكر الإسم يعني فجمع سيدنا يعقوب بين أختين مع أن هذا محرم بعد ذلك في العهد القديم مثال ثالث سيدنا موسى ابن أمران سيدنا موسى أبو اسمه أمران أمه بقى أم سيدنا موسى تبقى عمت أبو سيدنا موسى يعني أبو سيدنا موسى اتجوز عمته كما في العهد القديم وده نكاح محارم ولكنه حرم بعد ذلك أيضا في العهد القديم في التثنيع واللويين عجيب يا شيخ عبدالله كل كلامك اللي انت ذكرته دلوقتي الأمثلة غلط صفر يعني غلط بين غلط واضح للي يقرأ الكتاب المقدس إبراهيم الزوج سارة اللي هي أخته من أبوه هي ليست أخت شقيقة يعقوب الزوج أختين وموسى اللي هو أبوه عمران مش عمران زي ما حرف في القرآن مزوج عمته طيب إزاي لو أصلا نسخ انت بتقول بنكروا اليهود دي بداية كده أنا بس عايزة أعلق على الحتة دي إزاي بنكروا والأحداث هي موجودة وانت بتتكلم عنها يعني كأحداث موجودة لكن هي نسخ ما يا حضرتك مش فاهم يا أما أنت فاهم وما تقولش الحقيقة هو إذا فاهم وجاهل يقعد في بيته ما يطلعش يتكلم ما يطلعش يعمل فيها أستاذ وفاهم ما هو عاوز عاوز يلقى شرعية لكلامه يبقى تدليس موضوع بسيط يعني أنت مش ممكن تكون مش فاهم يعني أنا ما أعتقدش أنه مش فاهم يعني أنا عايزة أفاهمه دي الوقت حضرتك تتكلم عن النسخ طيب بين الشريعة اللي تنسخت ما هو أنت عشان تنسخ لازم يكون فيه شريعة موجودة إلهية جاموسى نسخ الشريعة دي أنت لازم في الأول تقول لنا الشريعة إيه وبعدين نشوف الشريعة بتاعة موسى اللي نسخت يعني إزاي يكون فيه نسخ وما فيه الشريعة قبل شريعة موسى يعني إبراهيم الزوج بشريعة إلهية لما الزوج سرى هل كده فيه إله بعد كده قال له الزوج أختك ودي شريعة مفروض تكون موجودة أختك من أبوك وبعد كده يجي نسخ ما أنت لازم تلاقي الشريعة في الأول يا شيخ عبد الله ولا أنت بس بترمي أي كلمة بتقول في العهد القديم طب العهد القديم ده بيبدأ من آدم ومن قبل آدم من أيام الخليقة فأنت بتتكلم عن أي شريعة عن أي عرف عن أي ناس بيقولني كحمة حارم طب أولاد آدم اززواجه مين وهو ما كانش فيه شريعة يلا حلها نحن عندنا عقيدة الكتاب المقدس في التفسير اليهودي أو المسيحي اززوجوا أخواتهم البنات ما فيش ملة تاني ما فيش شعب تاني أنت عندك مشاكل فيها أنا قرأت للقرطبي وغيره أنه جاب له جنية ونصها جنية ونصها إنسية عشان ما تطلعوا من الحتة اززوج أخته ده نكاح محارم يبقى كل البشرية نتاج نكاح المحارم صحيح صحيح أنت لما تقول نسخ لازم تجيب الشريعة التي نسخت طيب ما فيش شريعة دلوقتي لا إبراهيم الزوج بشريعة ولا يعقوب الزوج بشريعة ولا عمران عمران الزوج بشريعة يكابد اللي هي زوجته لم تكن هناك شريعة دي أعراف اجتماعية كانت موجودة فإنت النهاردة لما تجيب كل بساطة تقول في العهد القديم أنت لازم إنسان دارس تفرق ما بين شريعة موسى وما قبل شريعة موسى ما قبل شريعة موسى لم يكن هناك شريعة إلهية في موضوع الزوج من آدم وأولاد آدم لحد ما جاء ترتب هذا الأمر في شريعة موسى يبقى أصلاً ما كانش في شريعة علشان تنسخ هل الجزئية دي واضحة؟ واضحة وهو فهمها وعارفها بس هو ما ينفعش أما هو لازم يستند على الكتاب المقدس لأنه ده الوحي لازم عشان يلقى شرعية للناسخ والمنسوخ بتاعه لازم يرجع للكتاب غصب عنه صح هيرجع للكتاب المقدس بس في نفس الوقت عشان يرجع للكتاب المقدس لازم يكذب فيقول إنه وبعدين شوف هو العهد القديم العهد القديم ده بحر من قبل آدم ما هو بيوريك ده الاستخدامه للتعبير ده هو ما تكلمش عن الشريعة هو تكلم عن العهد القديم صحيح ده بيوريك إنه هو عارف بيعمل إيه كلامك فيه منطق طبعا بلا شك المهم إنه دي مش طريقة واحد بيدرس وبيبحث وبيتعب وبيدور وإلا ما كان سقط في هكذا أخطاء بسيطة هو عايز ينقذ الإسلام على كل إن أنا حابب إنك أنت تيجي معايا كده شوية دلوقتي عشان تتعلم في أبجديات الكتاب المقدس تعرف عصر الشريعة وتعرف الشريعة أعطيت لمين ومتى تعال كده أقرأ لك من الشريعة بتاعة موسى سفر اللوين 26 46 هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب وضعها لمين بينه وبين بني إسرائيل جنس بذاته فئة من الناس بعينها أنت عارف طبعا في الإسلام عندك معروف إسرائيل هو أي عقوب أنت عارفين الكلام ده بني عقوب بني عقوب إمتى اسمعي الكلام بقى نرجع للوحي المقدس متى أعطى بني عقوب؟ هل في عصر الأصباط؟ في أي عصر؟ آه قدامك في جبل سيناء بيد موسى يبقى أعطيت هذه الشريعة إلى بني إسرائيل في الوقت بتاع موسى لا في وقت إبراهيم ولا في وقت يعقوب ولا في وقت والدي موسى موسى لما أعطي هذه الشريعة كان عمره تمانين سنة تمانين سنة أربعين في مصر أربعين في البرية ورجع وخذ الشعب وطلع به عدى التمانين فإذا أنت بتستخدم تعبير مصطلح العهد القديم وبترميها كده والعهد القديم ده بيتكلم من أيام آدم لحد يعني ربعمائة سنة مثلا قبل المسيح يعني اللي حيتقال في الشريعة وهو كان هنا بيرتب اللي حيتقال هو ده خاص بيني وبين بني إسرائيل كجنس كأمة يعني بداية من هذا التاريخ وليس قبله يعني هل أنت مثلا دلوقتي تحاول تطبق شريعة على ناس ما كانتش الشريعة موجودة هو ده اللي أنتو تعلمتوه كيف تطبق شريعة على ناس قبل أن توجد هذه الشريعة هو ده اللي أنتو بتتعلموه في الأزهر عن الكتاب المقدس صفر صراحة يعني أكلمك مفروض تتعب شوي شيخ عبد الله وترجع للمراجع المسيحية ده الواحد فينا بيطلع عشان يقول معلومة هنا بيبحث وبيدور وبيشوف ده وبيشوف ده وبيشوف ده عشان يقدم الشيء اللي عنديكو في عقيدتكو مش أنا بفكر عنكو إيه فلو عاوز يتكلم عن النسخ مثلا الشيخ عبد الله يعمل إيه يروح يجيب موسى شريعة موسى وموسى ما استمرش 23 سنة زي عندك رسول الإسلام لا أربعين سنة تشوف في الأربعين سنة دي تجيب نص قاله موسى وبعد شوية قال أنا هنسخ يبقى النص لنفس الناس لنفس الدين لنفس الفئة في نفس العصر من نفس النبي في نفس الكتاب تقدر تعمل كده ما تعرفش بس في قرآنك ده موجود وانت ذاتك على طرف كتير زي كده ده لو انت عايز تتعب وتبحث تعمل كده لكن مش تجيب كلام قبل الشريعة وعايز ترجع الشريعة تطبيج على الكلام ده ده واحد للأسف بعيد عن أي بحث وبعيد عن أي دراسة فدول التلاتة كده مع بعض انت حضرتك جايب أمثلة غلط ما كانش فيه شريعة موسى عشان ترجع عايز تطبيج عليهم شريعة موسى اللي جات بعد كده وأصلا ما كانش فيه شريعة إلهية موجودة اتزوجوا بيها عشان انت جاي تنسخها ولو فيه ياري تطلع حالنا من كتابنا المقدس اللي انت بتستشهد منه جيب لنا الحجة دي منه انه كان فيه شريعة للزواج قبل شريعة موسى كان فيه شريعة للزواج انك تزوج أختك وتزوج عمتك وأولاد آدم يتزوجوا أخواتهم الشققة وبعد كده جات نسخة هذه الشريعة لا وجود لها فانت حضرتك بتألف أي كلام عشان تغطي عورات القرآن دي كانت الجزئية الأولى طيب اسمح لي أخذ كمان مداخلة ناخذ مصطفى من إيطاليا ألو ألو سلام المسيح افتفادوا سلام ونعمة أهلا بيك أخ مصطفى سلام المسيح أخويا وحيد أهلا بيك أخ مصطفى أهلا بيك ربي باركك أنا عايزة أتكلم معك على الناشق المنسوخ هي الأخطر شيء لما بيقول أما منسيقه من آية أو ننسيها أيوة أخطر ننسيها بأنه ينسى حتى الآيات صحيح إله ينسى الآيات دي أخطر من الناسق المنسوخ أنا أتفق معك تماما ولهجتك مغرب إنت عنديك في النص ده أعتقد في قراءة ورش أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها حتى الإله اللي بيفاضل بين كلامه ده حجب لك كلام أحلى من اللي أنا قلت أنت إله فأنا أتفق معك يا أخ مصطفى دي فعلا دي أسوأ من الناسق المنسوخ ثم في سورة يونس 64 يقول لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ثم في سورة النحل المئة واحد يقول وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل يعني في اختلافات يقول الناخد ومنقضه صحيح صحيح يا أخ مصطفى يعني أنا بشكر الله اللي افتقدك يا أخ مصطفى آمين أنا أكلمتك مرات كتير وأنا بطلب منكم أن تصلوا لأن أنا في إيطاليا في المكان مضروب بالفيروس كورونا لفيه أغلب ناس أقريبا توفت وهي أغلبها ناس عجزة نصلي من أجل الجميع يا أخ مصطفى من أجلك ومن أجل كل ما عرفك وأهلك وكل الناس في إيطاليا وكل ما كان في العالم صراحة يعني هي تجربة على العالم كله وعلى الناس إنها تتماسك وتقدم المحبة لبعضها البعض ونصلي من أجل بعضنا البعض آمين أحنا بنصلي للكل وإحنا محميين بالدم آمين هو دا الكلام ضربت لضربة فرعون كما قال للأخ لما تكلمت معه لأننا أحنا محميين بدم يسور دا صح الدم محميين آمين المهم الناس تؤمن بكذا المهم الناس تؤمن بكذا شكرا لك أخ مصطفى رب يبارك حياتك ويبارككم شكرا لك شكرا طيب أنا ذكرت في البداية أنه عنده أربع موضوعات شيخ عبد الله رجدي فأدى الوقت يقدم ثلاثة كلهم مضربين نشوف المسأل الرابع الأخير بتاعه قبل أن أقدم بنعمة الرب نكتتين فيما كنت أبحث فخلينا نشوف فيديو رقم 13 ونرجع مرة أخرى مثلا الختان الختان موجود في الأهد القديم لكنه أزيل وجوبه كما ورد في رسالة بولس في الأهد الجديد وكذا في حاجات زي كده كتير في حاجات زي كده كتير زي الكتير الآن؟ أول ما تقول بولس على طول بتكشف مستوى المعرفة عندك في الكتاب المقدس يعني صفر بصراحة يعني حتى دية البسيطة دية عشان الكراهية لبولس هي حيشيله حط على بولس لا يمكن أنه تكون فتحت كتاب مقدس أنت بتنقل بس من المسلمين اللي هم بيالوكوا هذا الأمر يعني على طول بولس بولس طب خلينا نشوف الكتاب المقدس الختان يا شيخ عبد الله في كتابنا المقدس العظيم هو علامة عهد الله مع إبراهيم ونسله يعني مع أمة بذاتها وكل من ينضم إلى هذه الأمة عليه أن تكون عليه هذه العلامة علامة الختان فحأخذك كده مشوار في الكتاب المقدس لحد ما نوصل للعظيم بولس العسول خلينا نشوف هنا سفر التكوين 17 كلام الله مع إبراهيم أنه أنت ونسلك وكل من ينضم إليك لابد أن تكون عليه هذه علامة العهد وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم إيه يا شيخ عبد الله الختان الختان علامة عهد ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتع بفضتك فيكون عهد في لحمكم عهدا أبديا طالما هو انضم إلى هذه الأمة وأما الذكر الأغلى فالذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهده أنت بداية مفروض لو عايز تتكلم عن الختان ترجع تشوف أساسه أصله أيضا تحتكلم عنه في الكتاب المقدس وبترمي كلمة كده كان فيه ختان وابولوس هو اللي نسخ وجوب الختان يا رجل بداية ده تعرفنا على الختان وعلشان كده يحنى المعمدان لأنه من هذا النصل من نسل إبراهيم اختتن حتى المسيح بالجسد لأن المسيح تجسد وولد من العزراء مريم يهاني يهود وبالتالي لم يكسر الناموس وأيضا ختنا السيد المسيح وبالمناسبة كل مسيحي الشرق الختان ده أمر عادي عندنا مش دين عندناش انت لو ما تختمتش مش هتدخل الملكوت وده هزبته لك من إيمان اليهود في العهد القديم ومن إيمان المسيحيين طيب إيه الفكرة هل الفكرة كانت ضد الختان ولا ضد فكرة متطرفة عن الختان يهود ومسيحيين لحد النهاردة ده كلام كتاب مقدس عهد قديم وجديد وحزبتلك بالآيات بس خليني في البداية أجيب أوثق كمان العهد الجديد والرب يسوع بيقول ايه عن الكلام اللي انت سمعته دلوقتي عن إبراهيم مثلا يوحن المسيح بيقول له كل المجد لذلك أعطاكم موسى الختان ليس أنه من موسى بل من الآباء رجع لي إبراهيم هو بيتكلم هنا أنا بس بيت فقط أنه الختان معروف عند اليهود أنه من الآباء يعني قبل الشريعة ودليه مغزى خاص في اللاهوت الكتاب حاوله لك بعد شوية أعمال الرسل سبعة من اللي بتكلم هنا الشهيد استفانوس أول شهيد في المسيحية فقال أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا ظهر إله المجد لآبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين وبعد كده وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد إسحاق وختانه في اليوم الثامن وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الآباء الاثنين عشر يبقى الختان لهذا لهذا النسل هو علامة عهد بين الله وبين إبراهيم ونسله طيب المسيحيون يفهمون هذا الأمر يفهمون هذه القضية ولم ينزلقوا في تهويد المسيحية ما خلوش المسيحية قال بيهودي ليه لأنه مقادم بروح الله فلماذا وقف خلي بالك من كلامي عشان تستفيد وتتعلم في المرة اللي جاية فلماذا وقف اليهود والمسيحيون ليس ضد الختان ولكن ضد فكرة متطرفة خاصة بالختان ومن الذي وقف ضد هذه الفكرة هنا وهرجع لك للمجمع المسيحي الأول في أرشليم في عهد تلاميذ المسيح نرجع لسفر أعمال الرسل أول مجمع للكنيسة المسيحية أعمال الرسل 15 اسمع الفكرة المتطرفة وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا هي دي المشكلة يا شيخ عبد الله اللي فايت عليك وفايت على كل الشيوخ وكل المسلمين العمالين يلوكوا في موضوع الختان بولوس بطرس غير وكل اللي يتكلم عن الختان هو وحتى اليهود وسأأتي لك بالنصوص من العهد القديم أن الختان لا يخلص الختان ما بيدخلش السماء لا عند اليهود بيدخله السماء ولا عند المسيح بيدخله السماء فجو يهود بيقولوا لا أنت لو ما تختنتوا ما هتخلصوا فالناس وقفت ضد الفكرة دي مش ضد الختان افهموا لما تيجي تفتحوا كتابنا المقدس لا بد أن تفهموا لا هوت هذا الكتاب وإلا لا تتطرقوا له زي ما أنت ذكرت من شوي ما هتتكلمش نعم يعني حتى اليهود دول المتعصبين لأن الختان بيخلص ما يقدروا يثبتوا من التوراة ولا من الشريعة ولا من أقوال الأنبياء في كل العهد القديم لا توراة ولا عصر الشيوخ ولا عصر القضاء ولا عصر الملوك ولا عصر الأنبياء لا يستطيع أن يثبتوا هذا الأمر يبقى ما يقدرش يثبت دام من كتابه وبالتالي جاي يطبقه على الذين اعتنقوا المسيحية نعم يعني لخصوا الخلاص هؤلاء المتطرفين بالفكر لخصوا الخلاص في الختان وده ضد العهد القديم وإنتوا لخصتوه في الشهاتين إنك تقول الشهاتين تدخل الجنة ما عملتوش حاجة غير هذه الأفكار المتطرفة أكمل هنا ما لش أنا هحتاج منك شوية وقت طيب فلما حصل لبولوس وبرنابة منازعة ومباحة فليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد يصعد فين بولوس خلي بالك عشان ما تقولش كلام غلط تاني يصعد بولوس وبرنابة وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أوروشاليم من أجل هذه المسألة يعني بولوس ما بتش فيها المجمع الأوروشاليمي الأول هو الذي بت في هذه المسألة طيب قال إيه المجمع الأوروشاليمي الأول المكون من تلاميذ المسيح ومن الرسل وأيضا برنابة وبولوس مع هذه المجموعة ومن الذي قاد هذا الاجتماع لم يقوده لا بولوس ولا برنابة ولا بطرس حتى الذي قاد هذا المجمع المقدس هو القديس عقوب الملقب بأخ الرب فإذا نكمل الكلام عشان تعرفوا إيه قضية الختان في الكتاب المقدس حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة رأوا إيه بقى أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولوس وبرنابة يعني مش بولوس وبرنابة لا حنبعت إحنا كمجمع شيوه الأساس التلاميذ هنبعت مع بولوس وبرنابة إتنين يتكلموا باسمنا طيب ما كيف هي بولوس وبرنابة لا إحنا دول بيمثلوا المجمع الأوروشاليمي الأول مين حتى يبعثوا يبعثوا يهوذ الملقب برسابة وسيلة رجلين متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم هكذا الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين أيوة خلي بالك من الأمم أنا عاملها لك بالأحمر يعني من الأمم يعني يهود اعتنقوا المسيحية فاليهود اللي كان عندهم فكر متطرف عايزينهم يعدوا أولا يختتنوا وبعد كذا يبقوا مسيحيين يخلصوا ألولهم الكلام ده غلط ده حتى في اليهودية الختان مش للخلص فإزاي أنتوا عايزين تعملوا هنا ركز من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا فقد أرسلنا يهوذ وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها دول الرسل بتوعنا لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أنت امتنعوا عم يمتنعوا عن إيه شوف الفكر المسيحي النقي ما زبح للأصنام وعن الدم ما يكلوش الدم ولا يشربوه والمخنوق لأنه الدم فيه والزنا وأنا سألتكم قبل كده من عدة سنين يعني أنتوا ليه ما بتكلوش المخنوق اللي لم يزبح حلال ما عندكم إجابة أنتوا لقيتوا في الكتاب المقدس شلتوا والزبح الحلال موجود عند اليهود وبصراحة قبل اليهود العالم بيزبح وجل جرب بنا قالهم نفس الحياة في دمه أنا مش عايز أطول المهم ما زبح للأصنام الدم المخنوق الزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين فشريعة المسيحية الشيخ عبد الله مش جاية لجنس اللي فئة عشان ترتبط بثقافة محلية أو بعلامة كانت على عهد إيمان أبونا إبراهيم اللي كانت مرتبطة بجنسه بنسله بفئته لكن مش محطوطة أصلا عشان تتنسخ يعني لو كانت على كل العالم كان نقول آه ده اتغير الحكم اتنسخ الحكم مش كده هي موجودة لإبراهيم ونسله ومن ضمن هذه العائلة فإنت مجيش تطبق ما قاله الرب على جنس معين بذاته عايز تطبقه على كل البشرية المسيح جاء لكل العالم وما أروع رسالة المسيح التي لم تأتي لتربط شخص بثقافة معينة خمس رضعات ولا ست رضعات والتي اززوج عمرها كان رسالة مفتوحة لكل العالم تتناسب مع كل ثقافة ومع كل شعب مع كل جنس شريعة عالمية فهنا بنشوف أولا بداية عشان نكون بالترتيب كده الختان على متعهد ولما يقول بولوس ده معناه هو مش مذاكر دلوقت شفنا المجمع الأوروشاليمي الأول طيب هل بعد كده ظهرت في الرسائل؟ طبعا ظهرت في الرسائل طالما المجمع الأوروشاليمي أقرها بوحي إلهي نحن قرأنا لأنه قد رأى الروح القدس والله يعني المتكلم هو روح الله في هذا المجمع فيبقى ده حضرتك زيك زي كل العامة بتوع المسلمين أنت ما تعبتش ما فتحتش كتاب ما أريتش يعني لأنه الموضوع أصلا ما هواش زي ما حضرتك فاكر ده أنا أقول لك أكتر من كده في نفس سفر أعمال الرسل قاعد أعمال الرسل بيقولوا هنا وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم شايف؟ ده يريد تركز عليها فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزناء مين اللي بيتكلم ولمين؟ آدي اللي بيتكلم وفي الغد دخل بولوس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايق وقالوا له قالوا لبولوس فإذن المجمع الأورشاليمي الأول هو اللي اهتم بهذا الأمر ما عليش أنا تسمحي لأخذ وقت أكتر عايز أذكر من العهد القديم والجديد الخلاص ليس بالختان وآدي العنوان بتانا الخلاص بالإيمان بالله وليس بعلامة الإيمان ليس بعلامة الإيمان أنت تؤمن بعلامة بس أنت ما عندك إيمان عامل بالمحبة وهذا أو هذه العقيدة في العهدين الإيمان بالله لا يعني إيمان مجرد ما الشيطان بيؤمن ويقشعر الشيطان بيؤمن بوجود الله لكن ده إيمان غير عامل بالمحبة فخلينا نروح لكتاب المقدس وبص معايا كذا يشوع عهد قديم بنبدأ فيه ما بعد التوراة يشوع خمسة خمسة وستة بيقول لك لأن جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونين اللي طلعوا من مصر لأن بني إسرائيل ساروا أربعين سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر الله يا رب دول مختونين حتى معرفوش يدخلوا أرض الموعد ناهيكي من الخلاص اللي هجيله بعد شوية اسمع الكلام الذين لم يسمعوا لقول الرب الذين حلف الرب لهم أنه لا يريهم الأرض التي حلف الرب لآبائهم أن يعطينا إياها الأرض التي تفيد لبنا وعسلا ليه ما دول مختونين هو بشهادة الوحي المقدس كلهم اللي خرجوا من أرض مصر كانوا مختونين في أرض مصر إزاي ما دخلوش أرض الموعد لأنه ما عندهمش إيمان الإيمان مش أنا أؤمن وأشهد لا الإيمان في الكتاب المقدس إيمان عامل تعالا بقى أكمل لك هذه الجزئية نقرأ عن الناس دول نفسهم في عدد 14 نفس الناس دول اللي اتمنعوا لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكينكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون لأنه دول مؤمنين وبعد كده نقرأ هذا التوسيق في العبرانين تلاتة بيتكلم عنهم فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان مختونين وزي الفل وحلوين نحن نتكلمش عن سماء ده مجرد دخولهم أرض الموعد ما دخلوش لا يستحقوا لأنه ما فيش إيمان فأنت جاي تتكلم تقول بولوس وختان فأنت عرف الختان في الأول وإيه هو وإيه مدلوله خلينا نخلص الحتة دي لأنه واضح الوقت يدركنا شوف الوحي ماذا قال في رسائل بولوس الرسول ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله يعني إيه أنت مختونه ما بتعملش وصايا الله هيدخلك السماء لا الختان كان علامة لجنس معين الآن المسيح للعالم كله ما هواش علامة إيمان اسمع معايا غلاطية 6-15 لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا مش هيدخلك سماء ولا الغرلة ولا عدمه هيدخلك سماء تقول أنا مش حختتن أو حختتن عشان ندخل السماء لا بل الخليقة الجديدة في المسيح فإذا لما بيتكلموا عن الختان ما بيتكلموش عن مجرد الختان ولكن عن فكرة متطرفة عند البعض أن الختان يخلص فهمت أرجو ذلك روميا طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئة فهذا التطويب على الختان فقط أم على الغرلة أيضا اسمع بقى اللاهوت الكتابي لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا شوف السؤال العظيم فكيف حسبه؟ أهو في الختان أم في الغرلة؟ يعني لما تحسب الإيمان لإبراهيم بر كان مختون ولا لسه ما كانش مختون شوف روعة الوحي المقدس بيقولك ليس في الختان ما كانش لسه ختان بل في الغرلة طب بي يفيدنا في إيه؟ وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر يعني أبونا إبراهيم لما آمن وتحسب له الإيمان بر ما كانش مختون ليه ده؟ علشان كل اللي يؤمنوا وهم من أمم أخرى ليس واجب عليهم الختان يحسب لهم الإيمان برا لأن الأب الكبير حسب له الإيمان بر قبل أن يختن وأخذ الختان علامة لبر الإيمان أرجو أنكم تفهموا اللاهوت الكتابي وعشان كده لما بنقول لبعض الشيوخ ما تعرفوش آلف باء في الكتاب المقدس ما بيصدقوش ما بتعرفوش وأبا عايزين تعرفوا ارجعوا للكتاب المقدس وارجعوا لي شراح الكتاب المقدس عشان تتعلموا وإبونا إبراهيم أيضا زي ما هو أبا للغرلة للغير مختونين بعد ما تختن هو أبا أيضا للختان للذين ليسوا من الختان فقط مش بس مختونين لا بيسلكوا أيضا في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة فإنه ليس بالنموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان روميا ثلاثة إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال النموس اللي هي زي الختان والتطهيرات بالإيمان بالمسيح أما الله لليهود فقط لا أمش لليهود بس أليس للأمم أيضا يعني لكل الأمم الأخرى غير اليهود بلى للأمم أيضا لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان يبقى الإيمان هو الأساس مش الإيمان بعلامة الإيمان بعلامة الختان دا ما هواش المقصود لا في العهد القديم زي ما أثبتنا ولا في العهد الجديد كلوسي لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي حيث ليس يوناني ويهود ختان وغرلة بربري سكيسي كل الأمم الشعوب دي عبد حر بلى المسيح الكل وفي الكل غلاطية ها أنا بولوس أقول لكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيء مش هتخلصوا دا مش الخلاص الختان ليس هو الخلاص دا اللي بيقوله بولوس يعني بولوس الرسول بالوحي بيناقش فكرة معينة في الختان وانتوا أخذتم الموضوع على أنه بيتكلم عن الختان لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختت إنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين يتتبررون بالناموس سقطتم من النعمة فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجائبر لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا عدمه ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة فليبي ما عليش أنا عندي آيات كثيرة بس أنا عايز يعني مش هأراها كلها لكن خليني أوصل إلى جزئية هنا بيقول لو أنتوا عايزين تفتخروا بس عشان أوريه لأحباء المسلمين لو عايزين تفتخروا بالجسد أهو بولوس بيقوله هنا لو عايزين تفتخروا بالجسد أنا ممكن أفتخر بالجسد لي أن أتكل على الجسد أيضا إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى من جهة الختان أنا مخطوم في اليوم الثامن نعم من جنس إسرائيل من صبت بن يمين عبراني من العبرانيين من جهة النموس فالريسي أنا تمام أنا حلو لكن هل هذا هو اللي هيدخني السماء ولا الإيمان الحقيقي العامل أعيز أقول لك كلمة فيها مش هقدر أقدم الآيات لكن أقول هذا العنوان الختان الروحي موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد أشير كده بسرعة في سفر التسنية فاختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد الختان معروف مش للقلب لكن هنا بتكلم عن الختان الروحي لا يكون القلب عنيد يكون أعمى في تسنية 30 ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك فهناك ختان آخر روحي تكلم عنه الوحي المقدس في العهد القديم والعهد الجديد وكلمة أوجهها لشيوخ الإسلام هذا العنوان ختان الإناث ابعدوا عن هذه الجريمة تماما وعلى الدول أن تكون مسؤولة الدول في منطقة الشرق وأن تجرم هذه الجريمة وتبشعها وتحكم على من يشجعها ومن يمارسها ما تجي تقول لي سنة وما سنة هذه الثقافة تمشي تمارسها بعيد في منطقتها في مهد الإسلام لو عايزيني مارسوها وأرى اليوم هناك يعني انفتاح أكثر لأجل هذه الأمور البالية البائسة هذه جريمة يجب أن يحاكم عليها كل من يمس فتاة لكي ما يختنها جريمة وعلى الأمم وعلى الشعوب أن تقف وتحمل مسؤوليتها كاملة لتجريم ومحاكمة كل إنسان وأي أب وأي طبيب وأي ممرضة وأي ممرض يمارس ختان الإنس هذه جريمة بشعة ما في شيء اسمه سنة ما في شيء اسمه ده كله كلام خاطئ جملة وتفصيلا أنا طبعا عندي النقطتين للأسف ما حارف أنا عايزة أخذ بسرعة بس نايف من السعودية أعتقد أنها تكون آخر مكالمة معنا أخ نايف ألو نشكر الرب على خدمتكم وأحب أقول أني أنا تركت الإسلام نشكر الرب مبروك آمنت بيسوع وخلصوا إله ونطلي من أجل المسلمين والعابرين الجدد أمين يا رب ونشكر صراحة خدمتكم وفضحكم للإسلام وكذب رسول الإسلام وإله صدقني يا أخ نايف يعني هذه المكالمة كالمكالمات الأخرى يعني أسلجت صدورنا لكن لماذا اخترت المسيح اخترت المسيح لأنه إله سلام ومحبة ليس كإله الإسلام ليه كم سنة يا أخ أو كم شهر أو كم فترة ليه سنتين رائع رائع جدا طبعا أكيد أنت صليت وقبلت المسيح وكل هذا نشكر ربي أبروك عليك النعم يا أخ نايف ونصلي أن تكون أنت شمعة مضيئة في المكان اللي أنت فيه وتكون سبب بركة لآخرين في اسم المسيح شكرا لك أخ نايف مكالمتك رائعة وأسلجت صدورنا ونعتبر ختام هذه الحلقة شكرا لك أخ نايف شكرا لك فأنا سأأجل النكتتين للحلقة إذا شاء الرب ودان عمر اللي هيكون فيها الجزء الخامس للشيخ عبد الله رشدي تمسحه بالكتاب المقدس في موضوع الناسخ والمنسخ زي ما أنتوا شوفتم ما عندنا موسى قال كلام وجي نسخه المسيح قال كلام وجي نسخه أنت عندك في نفس الدين في نفس الكتاب لنفس الشعب لنفس الناس فأنت جاي تتمسح بالكتاب المقدس الشيخ عبد الله رشدي عيب بصراحة لا تجي جاي بشريعة يعني في زمن عايز ترجعه عشان تطبقه على ناس في زمن آخر لم يكن أصلا لديهم شريعة في ذلك الوقت فأنت في ورطة كبيرة جدا وموضوع الناسخ والمنسوخ ضارب الإسلام في مقتل من زمان ومعروف لكل الشخص فاهم بما فيهم المسلمين قرآنيين وغيرهم أنه هذا لا يمكن أن يكون في كتابهم موجود رب يبارككم شكرا هو يبارككم شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة شكرا لكم